من الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله النهاردة هتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر مارس الجاري وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية كمان النهاردة وزير الزراعة سيدة الخسير هيفتتح أحداث خط لإنتاج لقاحات الدواجن بمعهد الأمصال واللقاحات البيترية وده هيساهم في رفع إنتاج مصر لأكثر من مليار ومئتين مليون جارعة سنوية في الفيوم هيتم النهاردة إطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلعية والوادي المتصدى وده بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية ونهاردة اتحاد الكرة المصري هيفتح الباب لحجز تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام السنغال واللي حتتلعب يوم 25 مارس في ذهاب التصفيات الأفريقية الأخيرة المؤهرة لكاس العالم 2022 طبعا كل التوفيق بإذن الله لمنتخبنا الوطني أمام منتخب السنغال